ستات كتير بتعيني ان بيتها في روايح مش حلوة سواء كان في المطبخ او الحمامات او الغرف رغم انها بتنظفها بشكل دوري وكمان بتتابع يوميا السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم وده فيديو جديد انا عفاف ودي قناتي يارب بتكونوك خير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعالق الياه صحبه وسلم والنهاردة فيديو جديد مش معنى انت بتشمي في بيتك روايح مش حلوة او ريحة كتمة او ريحة كمكمة يبقى انتي ستة مش نضيفة لا خالص وكتير مننا بيلجأ المعطرات رغم ان هي غلط على صحتنا طيب النهاردة في الفيديو هنتكلم ليه البيديو قرحت وحشة ايه هي الاسباب والحاجات المستخبية كده اللي ممكن تلاقي انها بتطلع ريحة مش حلوة في بيتك وانتي مش عارفة ايه السبب يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض واتمنى يعجبكم رقم واحد واول حاجة واهم حاجة هو حوض المطبخ حوض المطبخ من الاماجن اللي بتعمل ريحة وحشة جدا لو انتي اهملت تنظيف الصرف وتنظيف الحوض الحوض بيستقبل مننا كتير مية مش نضيفة على غسيل اطباق على بواقي اكل على بواقي قلي وكل الكلام ده بيعمل بصوا انتداد في الصرف وكمان روايح مش حلوة خالص لما كل ده بيختلط مع بعضه لو اهملتها هتلاقي كل شوية الصرف قلب والريحة وحشة جدا طيب من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بنا منها وتعمل روايح مش لطيفة خالص لما بتقلي فطوصة او صنية وبعدين تيجي تخسليها في الحوض لازم وضروري انك تحطي الزيت اللي انتي قاليتي فيه في كيس بلاستيك وبعدين تربطيه وتحطيه في الباسكت على طول كمان تنظفي بمنديل كل البوائي بتاعة الالي دي الاول قبل ما تخسلي الحلة في الحوض اولا عشان كل ده ما ينزلش في الحوض ويبهدل الدنيا وكمان اللي سبونشة اللي انتي بتخسلي بيها ما تتبهدلش منك وتبوز وتبقى عايزة كاتريني بعد ما استخدمتيها للقلي طب دلوقتي ده اريكم بقى شكل الصرف بتاع الحوض لما بنقعد فترة ما نغيرهوش لانه هو بيتغير على اقل كل يعني تلات اربع شهور لازم نغير الكوع بتاع الحوض اللي هو بيبقى موجود في الحوض الاستلس بتاع المطبخ ده مهم جدا بصوا منظر الكوع عامل ازاي طبعا يعني احنا على قد ما بنقدر بنلم كل الحاجات اللي مش البوائي الاكل اللي ما ينفعش نحطها في الحوض وبنلم الزيت والكلام ده كله ولكن بصوا برضو تراكم بقى الدهون والاكل والحاجات دي كلها بتعمل بهدلة جمدة جدا بصوا شايفين الاخرام ديت اللي هو الصرف بصوا هفكوا دلوقتي وورهو لكم حاجة صعبة جدا يعني عايز اقول لكم ان ده كفيل جدا ان هو يقلب ريحة البيت كل شوية ريحة مش حلوة خالص فيفضل ان انت يتغيري الكوع من تلات لاربع شهور يعني انسى بحاجة ما تزوديش عن كده بصوا بقى منظر الكوع بنشتريه طبعا بيبقى معايا القطعة اللي استلس اللي هي دلوقتي ححطها في الكيس دي كده بتترمي وبييجي كوع جديد بصفاية جديدة خالص وبننظف مكان الكوع الجزء اللي موجود في الحوض اللي استلس نفسه اللي بصوا الاوسخ المليانة دي عاملة ازاي مهما انت نظفتي ومهما لميت بواي الاكل برضو هتلاقي موجود عندك حاجات بتنزل جوه الصرف والصفاية هنتخلص من الكوع وكمان الجزء البلاستيك اللي مع الكوع ده وحب بنشتريه كوع جديد بيبقى موجود معايا الجزء البلاستيك ده برضو استلس او بلاستيك يعني ايا كان وبنركبه كده وبيكون بالشكل ده وتدقي تحفظي طول الترات اربع شهور اللي انت مركبة فيهم الكوع وبعدين بعد فترة بتغيريه مع طبعا المحافظة ان انت ما تحطيش زيوت في الحوض ما ترميش بواي اكل في الحوض ولا كل الكلام ده بيسد الصرف وبيبهز للدنيا طيب تعالوا بقى نشوف احنا هنحافظ ازاي على الحوض اه او نخلي ما فيش ريحة وحشة تطلع منه احنا اسبوعيا مرة في الاسبوع يعني اربع مرات في الشهر وده مش كتير طبعا ان احنا هنجيب صابون سائل بتاع الموعين ونحط عليه شوية مية سخنة ومعلقة كربونات سوديوم وشوية خل ومعلقة ملح لامون هنحط الكلام ده كل ما بعده مع شوية مية بصه سخنين كده وبعدين نبدأ ندعك الحوض كويس قوي بسلك موعين يكون ناعم بلاش السلك الخشن عشان بيجرح الستانس هندعك بقى الكلام ده كله جامد جدا وندعك الصفاية وندعك المكان اللي تحت الصفاية كمان المكان اللي تحت الصفاية ده كمان مهم جدا لان راكمة المية عليه بتخلي يعمل علامات صدق كده لونها أصفر ومرة على مرة تلاقي نفسك صعب التنظيف عليك فالحوض متابعيته اليومية مهمة جدا ومتابعيته الأسبوعية برضو مهمة جدا الخطوة اللي انا عملتها دلوقتي دي تعمليها مرة في الأسبوع هتلاقي الحوض بتاعك زي الفل دايما ريحة حلوة دايما اللي ستلست على الحوض نشلقت أي روايح من الأكلات اللي تحطيها وطبعا تخليكي عارفة ان دايما لما بتنظفي فرقس الحوض أو بتنظفي سمك أو بتعملي أي حاجة فيها زفارة ضروري جدا ان الحوض يتغسل بالخل كويس قوي علشان الخل بيشيل الروايح وبيقلل جدا من ريحة الزفارة الموجودة من الأكل اللي احنا بنستخدمه يوميا في الحوض طيب بعد ما بنخلص بقى آخر اليوم خالص لما بتعملي الحركة دي آآ زبوعيا تعملي خل على ملح لمون على كربوناتو على مية سخنة وتدعكي بسلك المعين كويس مع شوية صبون طب يوميا بنعمل ايه عفاف؟ يوميا بنخسله كويس قوي نرش عليه خل وبعدين ندعك بالزبونشة وصبون وبعدين نشطف والنشف بس كده يبقى انت يوميا في نهاية اليوم بترش الحوض كله بمية على خل بيكون الموضوع ده مهم جدا لان الخل اصلا بيعقم ويتهر فانت محتاجة ان انت تعقمي وتنظفي الحوض كل يوم ليه؟ الحوض بنحط فيه فاكهة بنحط فيه قدار بنغسل فيه اطباق بنحط فيه اي حاجة فلازم الحوض دايما يبقى نظيف ماينفعش تأشري بصل فيه وتأشري بطاطس وتحطي بواقي الاكل كلام ده كله لا خالص كل حاجة بتدخل الحوض بتنظفه على ورقة وره او على مشمع بلاستيك وبعدين بنحط الاطباق في الحوض من غير اي بواقي اكل كده خلاص اهم حاجة واهم خطوة ان انت بتجرفي في الحوض بعد ما بتخلصي اي بيقى راطبة واي مكان مبلبل كده بالمية بيبقى بيقى مناسبة جدا لتجمع البكتيريا والحشرات فضروري جدا الحوض تاخذ بالك منه كويس قوي هو يعني موضوع كبير جدا لو انت مش مختم يخالص بالحوض يبقى حيحصل معيك زي ما حصل في اول الفيديو كده تلاقي الكوع متبهدل جدا فيه طينة تحت الصفاية وطبعا ده مكان للأكل والبهدلة دي كلها لازم اتخلص منها فورا ولازم تتابعي الحوض يوميا واسباعيا وكمان الكوع عموما كل شهر يعني يتغير بصوا شكل الصفاية طبعا وشكل الحوض من جوا عامل ازاي وشكل اللمعة اللي موجودة فيه رقم اتنين ومن الحاجات اللي بتسبب برضو روايح مش حلوة خالص في البيت وممكن تبقي مش واغد بالك ان هي دي اللي عاملالك الريحة اللي مش حلوة السجاد والمفروشات اوقات بيتكابل من انا سويل او مشروبات او اكل وخصوصا بقى لو البيت فيه اطفال بتبقي مش عارفة يعني تلحقيها منين ولا منين او اي حاجة بتتقلب منك عن طريق الخطأ بتعمل بقع البقع دي لو نشفت من غير تنظيف او لو نضفتها كده على السريع يعني من غير ما تخلصي المكان دوت من البقع تماما وتخلي ريحته حلوة الكلام دوت هيعملك ريحة كمكمة وكمان يبقى مكان للتجمع البكتيريا وتلاقي الفرشة او السجاد ريحته مكتومة كده ووحشة وانتي مش عارفة ايه السبب طيب الحل نعمل ايه ان نضف او نفرق اي بقعة او اي حاجة تدلق مننا فورا بالمية والصابون ونجففها كويس جدا وانت خطوة مهمة تتأكدي ان المكان ده نضف خالص ما فيهوش اي بواقي اكل او بواقي عصير او بواقي اي حاجة تدلقت عليه وتتأكدي تماما من تنظيف اي مكان او تدلق عليه اي حاجة وطبعا في النقطة دي هنخص بالذكر سجادة المطبخ سجادة المطبخ من الحاجات اللي ممكن تتبلي منك بسهولة جدا غير بقية سجيد البيت تتبلي منك يقع منك اي حاجة وانتي بتطبخي على البوتاجاز صلصة او المكان اللي تحت الحوض على طول هو مكان بيستقبل منك مية كتير وممكن تسقط عليه ويحصل لك كمكمة او بلل في السجادة وانتي مش واخدة بينك فسجادة المطبخ بتحتاج عنها خاصة شوية وعلى اقل مرة في الاسبوع بنعمل لها كده يعني ريف ريش كده شوية بنجيب شوية مية ونحط فيهم شوية كلور جل او كلوريكسة الوان او كلور ابيض عادي اي حاجة ونحط عليهم شوية مية دافية وفرشة او زبونشة عاملك خشنة وتبداي ادعاكي السجادة وتخليها كده منظرها يعني لائق شوية لان السجادة المطبخ من الحاجات اللي بتتبهدل بسرعة جدا وخصوصا لو انتي مستخدمة سجادة فاتحها فالافضل انك تستخدم في المطبخ سجادة غمقة تتنشر على اقل مرة في الاسبوع وتتعامل يعني حركة الكلور والمية دي مهمة جدا جدا لانها بتعقم والطهر السجادة وتخلي رحيتها حلوة انا باختل سجادة المطبخ دي تقريبا مرة في السنة الا لو حصل اي حاجة مثلا وتقلب عليها اي حاجة مثلا ما نفعش النفس تنظف انما في الطبيعي طول ما انا بحافظ عليها او باخدباني منها بكنسها ممكن يوم بعد يوم بشفتها بالمكان ومرة في الاسبوع بعمل لها جدوريكس جل على شوية مية وانعكها بالفرشة كويس قوي واسبها لما تنشف تماما او لو تبلت منك جدا يبقى نشريها في البلكونة على الجدور بتاع البلكونة هتبقى معيك زي الفل على طول رقم ثلاثة بقى ومن الحاجات الاساسية جدا اللي اساسا الريحة كلها بتبقى منها هي ثالة القمامة او الباسكت بتاع القمامة الموجود سواء في القود او في المطبخ وطبعا هنقص بالذكر للباسكت تاع المطبخ علشان بيكون فيه بواي اكل وسوايل وعلب لبن وعلب عصير وعلب صلصة حتى بعد ما بتخرج الكيس ممكن تلاقي ريحة الباسكت نفسه مش نظيفة طب ايه الحل؟ اهم خطوة في الحل ان انتي طبعا تخرجي القمامة يوميا من المطبخ مش ضروري قوي انك تشيدي الكيس اللي موجود في الباسكت اللي في الغرف كله يوميا ممكن يوم بعد يوم ما فيش مشكلة لو حاسيتي ان هو اتملأ او فيه اي حاجة الولاد حطوها راحتها مش حالوة مثلا باسكتات او حاجة وعملت ريحة انما اللي يوميا وضروري جدا هو المطبخ بصراحة لا يازم الكيس يطلع يوميا كمان تاني خطوة انك هتعملي بخاخ يكون موجود عندك في المطبخ على طول هنستخدمه في تلميع الباسكت من جوه ومن بره قبل ما نحط الكيس النظيف يبقى احنا كده قللنا المجهود مساحنا ونظفنا اي حاجة موجودة على الباسكت من بره او سواء في الغطا او اي حاجة حططيها فخلت الباسكت يتوسخ وهتستخدمي البخاخ ده في التنظيف والتعقيم وتطيير كل يوم لما تشيري الكيس وتحط الكيس نظيف قبل ما تحطي كيس نظيف حترشي رشا من البخاخ البخاخ ده موجود في ايه كباية من الخل على نص كباية مية على معلقتين من اي منظف او اي حاجة ريحيتها جلوة عندك وترجوه مع بعض وترشي رشا كده جوه الباسكت ومن بره ومن جوه وبفوت عندك وتمسحي وتنظفي الباسكت الفاكت Argent بعد كده هتلبسي الكيس النظيف جوه البسكت. الحركة دي هتخلي مجهودك يقل جدا في ان انت تعوضي كل يوم تخسلي البسكت او تنظفيه ويكون ريحته مش حلوة. انت كده هتعملي تطهيل وتنظيفها السريع. كمان حاجة مهمة جدا جدا. هو ان انت ما ينفعش تحطي الكمامة اللي عندك او الفضلات الباقية من اي حاجة عندك في المطبخ على البسكت على طول منها غير كيس. الحركة دي بصي حتدواخل جدا. هتخلي كل الحاجات اللي انت حطاها. المفروض انها تتريمي بتلزق جوه البسكت وكمان تعملك في ريحة مش حلوة. غير كده محتاج تنظيف منك وغسير. مش هينفع ان انت تلمعي ولا تمسحي خالص. احنا بنلمع ونمسح بس مكان الكيس حاجة سقطت في البسكت. انما لما تستخدمي البسكت نفسه من غير كيس هيعملك قزمة كبيرة جدا. فاوعي تحطي القمامة. رقم اربعة وانا اخترت لكم النهاردة الحاجات اللي فعلا بتسبب روايح وحشة جدا في البيت. لو احنا اهملنا تنظيفها واهملنا الاهتمام بيها. هي فوطة المطبخ. فوطة المطبخ انا عايزة اقولك ان انتي لو ما اهتمتيش بيها يوميا. هتبصي تلاقي عندك ريحة مش حلوة خالص في المطبخ وهتبقي. حسب ريحة كمكمة ويديك يبقى فيها رفس الريحة اللي موجودة في الفوطة لو الفوطة ما اهتمتيش بيها وبتنظيفها. طب المفروض ان احنا نعمل ايه? المفروض ان احنا بنبقى عارفين الفوطة نستخدمها يوميا. هي فوطة مثلا للبتجاز فوطة للرخامة. انتي مطلعة مثلا تلات فوط ولا حاجة. هما دول اللي هتستخدميهم طبعا زائد فوطة ايديكي. اللي انتي حتنشف بيها ايديكي قبل ما تستخدمي اي حاجة في الموضوع. فانت كل يوم بتطلعي مثلا فوطين تلاتة. فوطة ايديكي فوطة للبتجاز. فوطة لماية بيها الرخامات زي معروفة. يبقى غسيل. لا طرعا ما ينفعش تعملي كده. الخطوة يعني المهمة جدا ان انتي لو مش بتحب تخسلي الفوط على ايديكي او بتحيس ان هي ما بتنضفش كويس او محتاجة تحطيها في الغسالة مع مية سخنة وكلور تمام. يبقى انتي هتنشر الفوط تنشف قبل ما تحطيها في البسكت. دي خطوة مهمة. او تعملي لك كده جردل او او بولة كبيرة وتحط فيها الفوط اللي تستخدميها يوميا وتنقيعيها كل يوم بالليل مع شوية كلور وشوية مية سخنة وتخسليهم كده يوميا ويبقى انتي خلصتي اول باول. طيب انا عفاف عندي كمية فوط كبيرة ويبقى بدل عليهم ومش محتاجة ان انا اخسلها كل يوم واتعب نفسي خلاص. يبقى تعملي زي ما انا بعمل. انا عندي بصو دي كلها فوط مطبخ بستخدم منها وبخسلها كده كلها مع بعض في دورة واحدة في نهاية الاسبوع. طيب او لو انا عايز اخسل في الاسبوع برضو ما فيش مشكلة لو كمية الفوط كتيرة. انا مخصصة درج اليوم في التربو في المطبخ وده درج الفوط المطبخ. بستخدم كل يوم على قد ما بستخدم وبعدين في نهاية اليوم بشطف شاصة بسريعة من غير صابون ولا اي حاجة واعصر كويس. وبعدين انشرهم ينشفوا. وبعدين في الاخرى اجمعهم كلهم وعمل لهم دورة. طيب انا ليه بعمل كده? انا فوط المطبخ بتاعتي مش متبهدلة زي ما انتم شايفين مش متبهدلة قوي. لان انا مش بحط الفوط اصلا على حاجات صعبة يعني. لو فيه طبيخة قلب مني ولا صالصة ولا بيد ني ولا اي حاجة. بستخدم طبعا منازيل المطبخ الاول بشيل بيها وبعدين ان نضف مكان الصابون بالفوطة. فدايما تلاوي ان الفوط عندي مش متبهدلة قوي. مش بهين الفوطة قوي يعني. فالموضوع دوت مهم جدا. الموضوع الفوط ان انت تهتمي بيها وبنظفتها. علشان متعملكيش ريحة مش حلوة خالص. وبعدين انت الفوط اساسا حاولي تستخدمي فوط حجمها صغير. متكونش الفوطة اللي تستخدميها كبيرة عشان متجيش تشيل بيها حالة من على البوتاجاز لالفوطة تتحرق منك. ولا ان الفوطة تشبك في الحوامل بتاعت الفوطة فتضطر ان انت يتقلب منك الحاجة اللي مسكاها او الفوطة تتحرق مثلا لقدر الله. فالاهتمام بالحاجات دي اهتمام بالتفاصيل اه. ولكن هي من الحاجات اللي تخلي البيت ريحته حلوة دايما. مهما انت عملتي تحسي ان دايما البيت ريحته مفيوش كمكامة دايما البيت ريحته مفيوش يعني رواحي غريبة اه لو اهتمتي بالاجزاء والحاجات اللي بنقولها دي اماكن مهمة جدا سبب في ان تزهر في بيتك ريحة مش حلوة وتبقي انت محتارة ريحة دي مصدرها ايه بالظهر. اخر نقطة ورقم خمسة وهو الحمام. ومن الحاجات اللي بنعتبرها مصدر يعني للرايح اللي مش لطيفة خالص ومصدر البكتيريا وحاجات كتير قوي وممكن كمان هاموش وحشرات ولغبطة كتير لو الحمام مش نظيف. فانا دلوقتي هتكلم عن يعني ست خطوات ازاي نخلي فيهم الحمام نظيف وما يسببناش اي روايح مش مستحبة. اول حاجة يعني شباك الحمام لازم تسيبيه مفتوح على طول ويكون المكان بيتهوى وبيتجدد له هوى كل شوية. وشباك الحمام يفضل مفتوح على طول ما نقفلهوش ابدا. لو انت في الشتاء ويعني الجو برد ممكن تقفليه بالليل ولكن طول النهار بيكون شباك الحمام مفتوح. رقم اتنين الطبيعي ان باب الحمام دايما مقفول. ولكن من وقت التاني نسيب الباب مفتوح شوية علشان الهوى برضو يتجدد والرطوبة والعفن. رقم تلاتة استخدام معطر وكمان الشموع العطرية برضو بتدي ريحة حلوة جدا في الحمام. رقم اربعة ننضف بمنظفات لريحة نفازة زي الكولور والخل وما شابه من الحاجات دي اللي بتخلي ريحة الحمام نضافة كده. رقم خمسة تنضيف صفية الارض والتخلص من كل الحاجات اللي متعلقة فيها زي الخيوت والشعر والتراب كل الكلام ده بيتنظف كويس جدا والصفية من الحاجات اللي اللي لو مهتمتيش بيها برضو بتقلب وبتطلع ريحة مش حلوة خالص. رقم ستة تكفيف الحمام كويس جدا بعد استخدامه. يعني حنفيات حود ارضيات البلل اصلا والبيئة الرطبة دي بتدعم نموة البكتاريا جدا. فضروري قوي ان انت تبقي عاملة اه يعني فوطة كده مخصصها لتكفيف الحمام كل يوم. وبرضو بتتغسل بالكلور وتتطهر كويس جدا. ولكن ما ينفعش خالص انك تسيبي الحمام مبلول دايما لان ده هيجيب لك ريحة وحشة. ركنة المية على الارض هتخليه يجيبها موش وحشرات برضو وتبقى الدنيا مش ظريفة معايك وتبقي مش عارفة برضو الحمام ليه ريحته بكمكمة ورحته وحشة. واخيرا غسل مفارش اللي بنبقى فرشانها في الارض اللي هي الدواسات. وكمان سطارة البنيو مرة في الاسبوع على الاقل علشان جدد كده الريحة في الحمام بتبقى دايما ريحة نظافة ودايما يا اما ريحة كولوري اما ريحة خلي ريحة صبون ريحة معطر. كده خلاص عارفنا ايها الحاجات اللي هناخد بالنا منها علشان ما تسبب لناش اي ريحة مش مستحبة في البيت كله. وكمان تكوني عارفة ايه الحاجات اللي تبصي عليها على طول اول ما تلاقي ريحة مش حلوة. هعرفتي هتركزي على ايه? وايه الحاجات اللي هتتبعيها يوميا وشهريا واسبوعيا علشان البيت دايما يفضل نظيف. يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. وعايزاك تنزلي تحت في التعليقات. تكتبي لي ايه اكتر حاجة لفتت نظرك في الفيديو. وحس ان هي بتعملك مشكلة ومش عارفة تحليها. اتمنى انت تدوسي لايك الفيديو ده لو عجبك. وكمان تشترك في القناة وتفعلي علامة الجرس على الكل. لو حبيتي يوصلك اشعار مني بالفيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.